الأصول الثلاثة وأدلتها الأصل الثالث معرفة العبد دينه ما أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما سيد الاستغفار سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ما تقول قبل النوم بسمك اللهم أموت وأحيا ما تقول بعد الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ما تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم باليد اللمنى متى تقول بسم الله قبل الأكل والشرب وقبل دخول الخلاء قبل دخول المسجد وبعد الخروج منه وقبل خلع الملابس متى تقول الحمد لله بعد الأكل والشرب وبعد العطاس بعد كل نعمة وفي كل حال ماذا تقول لمن عطس وحمد الله يرحمك الله ماذا تقول لمن قال لك يرحمك الله بعد العطاس يهديكم الله ويصلح باركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرج الله به خيرا يفقه في الدين ما أحب الأماكن إلى الله تعالى المساجد ما أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة ما أفضل يوم في العام يوم عرفة ما أفضل ليلة في العام ليلة القدر ما أفضل شهور شهر رمضان ما أعياد الإسلام عيد الأضحى وعيد الفطر من الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين عفان شكرا للمشاهدة